السلام عليكم كوسائل اعلام صلتنا الضوء بشكل كبير على لعبين اصحاب الجنسيات المزدوجة ونسينا او تناسينا لعبين اللي هما كيف كيف من اصحاب الجنسيات المزدوجة واللي هما النجم وقولوا عليهم حاليا في المتناول لكن حاليا على خاطر في المستقبل وممكن حتى المستقبل القريب من سبع المستحيلات لو لم لعبية هذوما معرفناش كيفاش نتعاملوا معاهم الوقت الراهن من سبع المستحيلات كان يتقمسوا ألوان المنتخب التونسي كنا بما فيه الكفاية على اسماعيل الغربي بي اي جي الفرنسي يوسف الشرميتي لشبونا البورتوغالي ويسين العياري برايتون الانجليزي بالنسبة ليسين العياري ويوسف الشرميتي كانوا واضحين يوسف الشرميتي قال لك المنتخب البورتوغالي اولى واصبق من المنتخب التونسي نفس الشي ينتبق على كلام يسين العياري بعد اسماعيل الغربي صحيح مثل المنتخب الفرنسي في الفئات السنية والمنتخب الإسباني كيف كيف لكن ما كان واضح كيف ما كان واضح يوسف الشرميتي اللي قال المنتخب البرتوغالي قبل المنتخب التونسي ليه اسماعيل الغربي كل ما يتجبد موضوع تقمسوا لألوان المنتخب التونسي يقول المسألة مسألة وقت لأكثر لأقل إذن نضع إسماعيل الغربي على الجنب لكي نحكيه على يوسف الشرميتي وياسين العياري أول من لوم الجامعة التنسية التي لا تعرفتها تتعامل مع اللعبين المزدوجي الجنسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طريقة مباشرة أنه ما عندنا الأشخاص المناسبين في المكان المناسب لكي يمشيوا للعبين هذوما ويحاولوا يقنعوهم كيفما صار في السابق زياد الجزيري بشي هو رئيس الجامعة حمودة بن عمار لفرنسا وأقنعو سيلفا دوسانتوس باش يتقمس ألوان المتخب التونسي سيلفا أفضل مهاجم في تاريخ الكرة التونسية الطريقة الغيرة مباشرة هي الطريقة التعامل الجامعة مع الملعبية اللي تقمسوا ألوان المتخب التونسي على سبيل المثال عمرقيق رامي إكعايب صحيح رامي إكعايب مش قاعد يشارك بانتظام مع فريقه هيرين في الدوري الهولندي لكن إلى حد الآن كل ما تقدمت له الدعوة في السابق للمتخب التونسي ما شاركش ما شفناهش يعني الجامعة ما عرفتش كيفاش تتعامل معهم وهذا بطبيعة ما ينجم كان يرجع بالسلب على اللعبين اللي مزانوا ما تقمسوش ألوان المتخب التونسي يقول لك هاي العينة قدامنا شوف كيفاش يتعاملوا معهم يعني كيف ما تتعاملوا معهم قادرين يتعاملوا معنا بنفس التعامل ونفس الأسلوب ومن غير ما ننسوا يام فاليري اللي بيرز بشكل كبير مع فريقه أونجيل أونة الأخير مع المتخب التونسي في زوز مقابلات تقريباً ألعب أربعة خمسة أدقائق لذا ما دام الجامعة التونسية قاعد على رأس المتخب التونسي على الأقل تعمل أهمة وقدر للروح على خاطر الملعبية هذوما من سابع المستحيلات كان بش يتقمسوا ألوان المتخب التونسي في الفترة الحالية لذا الجامعة التونسية أبعثهم باش ما نقولوش كلمة أخرى على خاطر راهوا يستنى في دعوة المنتخب السويدي أو المنتخب البرتوغالي كان هما بعثوهم توا يجيوا يتلبدوا في التعليقات في الانستجرام ولا في الفيسبوك ولا لي هو تولي تونس بلادي ونوالي نحب الفلفل الحار ونوالي نحب لهريسة التونسية لذا المعادلة سهلة يبعثوهم توا يجيونا أما أنك حاليا بش توصل تقنحهم بالأشخاص المتوجدين في الجامعة راهوا صعيب برش على سبيل المثال يوسف الشرميتي الآن الأخيرة قاعد يتعرض الانتقادات الكبيرة من قبل مدرب فريق لشبونا وكيف كيف من قبل الجماهير على سبيل المثال مدرب الفريق اللي يقول عندي لعب شاب أكيد بش يكون منافس وممكن يكون معوض اليوسف الشرميتي وهذا تقال في ندوة صحفية كيف الجماهير غاضبة بشكل كبير على المستوى المتراجع اليوسف الشرميتي الآن الأخيرة وهذا بطبيعة مينجم كان يرجع بالسلب على اللاعب ويرجع بالإجابة على المنتخب التونسي وقابل عدنا ملعبية مش كلام ولا عاطفة بل أرقام الأرقام هي اللي يتحكي والأرقام هي اللي تقول أنه الملعبية المزدوجي الجنسية واللي موافقين على المنتخب التونسي حاليا الملعبية النجم وقولوا عليها مأفضل ممكن في المستقبل من يوسف الشرميتي ياسين العياري وحتى إسماعيل الغربي ملعبية يلزم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم الفترة الحالية بش يكونوا من نصيب المنتخب التونسي في المستقبل اللاعب الأول هو مهاجم موناكو الفيرنسي مهاجم فريق الرديف بشير يعقوب 19 سنة من أب تونسي وأم تونسية اللاعب مزدوج جنسية يعني كيف مقادر يلعب مع المنتخب التونسي كيف مقادر يلعب مع المنتخب الفيرنسي بشير يعقوب كي تدخل وتتفرج في ملخص مقابلات موناكو الرديف وتشوف المستوى اللي قاعد يقدم فيه وتشوف طريقة الأهداف اللي قاعد يسجل فيها تقعد بهت وتقول هذا يلزم يكون متوجد في هجوم المنتخب التونسي وخاصة أنه هجومنا الفترة حالية في حالة يرثى لها إسماعيل أو بشير يعقوب كان في حوار مع صحيفة العين الإماراتية يقول قاعد يقدم في مستويات قوية مع الفريق الرديف ونستنى في دعوة الموسم الحالي باش نكون متواجد مع الفريق الأول كيف كيف بشير يعقوب يقول إن شاء الله الطريق متاعي يكون على خطاء مبابي والكلمة هذه تنجم تفهم بها برشة حاجات يعقوب ما قالش نتمنى نمشي على خطاء وهبي الخزري أو ويسام بديدر قال لي على خطاء مبابي يعني اللاعب عنده ما يقول في إمكانياته كيف كيف يقول كنت باش نكون متواجد في الكأس الأفريقية الفارتا للأواسط في مصر لكن فريقي ارفض حاليا رسمي باش نكون متواجد في كأس العالم للأواسط واللي باش تتقام الشهر القادم إن شاء الله في الأرجنتية اللاعب الثاني كيف كيف لاعب موناكو ناسيم الدنداني اللي تواجد مع المنتخب التونسي للأصغر أقل من 17 سنين نحكيه على اللاعب عمره تقريبا 17 سنين المقابلة الأخيرة ناسيم الدنداني مع فريقه موناكو كانت نصف نهائي كأس جامبردلا جامبردلا هو كأس معروف فريق موناكو ينتصر ويتأهل للنهائي بعد ما فاز على أف سي باو هدفين لسفر ناسيم الدنداني هو اللي يسجل الهدف الأول المقابلة القادمة المقابلة النهائية باش تكون على ستاد فرانس نهار 29 أبريل لو اللاعب تواجد مع المنتخب الأصغر المنتخب التونسي فرصة كيف كيف يكون متواجد مع المنتخب الأواسط ويكون متواجد في الأرجنتين وهذا الكل راه هو نبنيه كنجينا بالرسمي نعرفه ونبنيه على المستقبل ثم ملاعبية يتنحاوا في المنتخب التونسي حتى لو هما كانوا سبب في تأهل المنتخب التونسي الكأس العالم وتتقدم الدعوة لناسيم الدنداني لعبي ربي يبقي عليه السطر هذا أول من نجمه ينقله عليه لأنه ما عادش موجود منه في العالم نحكيه على العالم لعب ما عادش موجود منه وقت اللي ينقله مكينة متاع أهداف بأتم معنى الكلمة والوصف هذك هو اللي نجم ونصفه به الدنداني مكينة متاع أهداف تماش مقابلة يلعبها إلا وأن القاوة هم سجل هدف اثنين حتى طريقة الأهداف والنوعية متاع الأهداف اللي يسجل فيها نوعية متاع أهداف تنجم تفهم بها أنه اللاعب عنده ما ينجم يقول على روحه في المستقبل ونعاود نقولها خاصة أنه خط هجوم المنتخب التونسي تعيس وتعيس جدا لأن لذا اللاعب هذا يلزم يكون متواجد مع منتخب الأواسط وفي أقرب فرصة زادة كيف كيف وهي كأس العالم القادمة في الأرجنتين باش نبينوا لللاعب كيف كيف البشير يعقوب إنكم راكم مستقبل للمنتخب التونسي إنكم راهوا ملعبية نجم ونعاولوا عليكم إن شاء الله بعد عام عامين على الشنير نلقاوا الزوز ملعبية هذوما متواجدين في المنتخب التونسي على خطر لو ما تبنيش معاهم حاليا فرنسا أخويا رك تحبوا لتقرأ راهي أقرب لهم ولو إنه بشير يعقوب يقول اختيار تونسكي ما قال حنبع المجبري هو اختيار القلب قلت فرنسا أقرب لهم حتى لو الزوز ملعبية يحبوا يتقمسوا ألوان المنتخب التونسي تصور يأثر عليهم فريق مونكو يقولهم تتقمسوا ألوان المنتخب التونسي نجمدكم هنا نحطمكم ملعبية شبان ملعبية مزالوا في رجيل يعني أكيد باش يتأثروا بالضغط اللي ممكن يأثروا عليهم فريق مونكو وهذا راح وصار في السابق صارة مع ملعبية تزيرية مع ملعبية مغاربة وكيف كيف التونسا مع أنديتهم في الدوريات الفيرانسية أو في الدوري الفيرانسي حلقتنا اليوم وفات من نجمو كان نقولوا حظ موافق النسيم الدنداني وبشير يعقوب مع فريقهم مونكو إن شاء الله يكونوا من نصيب المنتخب التونسي في ختم الحلقة الباياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام ترجمة نانسي قنقر